أهلا بحضراتكم من جديد ده كان حديث المدربين عن العمل داخل إنبي كابتن محمد ما شاء الله عندكم ومدربين محترمين الحمد لله رب العالمين دي برضو من الحاجات اللي احنا بنشغل عليها كابتن أسامة إن المدرب لازم أنت بتنقى مدرب كأنك مربي حد هيعلم طفل حاجة فلازم بيبقى بعناية شديدة جدا ويمكن آخر سنة قبل ممشي كابتن إمام كنت متفق أنا وهو على حاجة كده وقت له كابتن زي ما بنروح ننقل لعيبة عايزين برضو نبقى نروح ننقل مدربين كنا متفقين إن إحنا قبل نهاية كل موسم نروح نبص كده حلوة وده عجبتني أهو الله كمان وإحنا بننقل لعيبة عايزين ننقل المدربين أه طبعا لإن إنت ساعات بتسمع كابتن أسامة إن المدرب ده كويس جدا وعام النتائج بس ممكن يجيخش عندك المنظومة ما تلاقيهش يمشي بالمنظوم فالموضوع ده مهم فإحنا بنهتم جدا بالحتة دي وأعتقد إن الحمد لله الحمد لله يعني يمكن كل سنة ممكن يخش مدرب جديد واحد بس والحاجة إحنا المدربين أقل مدرب يعني بقالوا مثلا عشر سنين في القطاع موجود وموجود بشغله باجتهاده وإحنا المدربين طبعا أكيد عندهم خبرات كبيرة عندهم خبرات كثيرة وكلهم واخدين دراسات ومؤهلين تأهيل عالي جدا أنا كنتم أسمى في الحقيقة أنا بس كنت عايز حركة السؤال لقبل الفاصل أيوة أنا عايز أرجع له كنتم الثاني بس نقاط المدربين البنية التحتية ما شاء الله نادي أمبي يمتلك بنية تحتية قوية ملاعب نجيل طبيعي نجيل صناعي جم عيادات مطعم ما شاء الله حاجة احترافية الحمد لله النادي عندنا اللي هو بقى اسمه مقار الاجتماع الرياضي دلوقتي في تقريبا كل حاجة يحتاجها لعب الكورس يعني عندنا ملعبين كبار بيتلعب عليهم بطولات الجمهورية واحد نجيل طبيعي واحد نجيل الصناعي غير ملعب للبراعم يعتبر القانوني برضو ده مخصص للبراعم برضو حدش انزل عليه غير اللي هم القطاع البراعم اللي بحي من خلاله كابتن جمال السيد أين بدور كويس هو كابتن اللي سي مختار وكل الجهاز المعاون معه أحمد سامير بيبو هابد سوقي عاملين شغل بصراحة رائع في قطاع البراعم لوحد فاحنا عندنا بنية تحتية كابتن أسامه مميزة في الحياة عندي عيادة طبعا موجودة في قلب النادي عندي جيم طبعا للولاد في قلب النادي عندي مطعم بتاع الولاد يعني ما فيش حاجة ما يخرج برا الأكل موجود بياخدش المطعم بتاعها يأكل عندي سونة وجاكوزي جوه للنادي استشفى عندي كل حاجة يحتاجها لعب الكورة البروفيشنال ما بالك أنا أعمل ده لقطاع النشقي يعني الحمد لله عندنا بنية تحتية كويسة جدا الفترة الأخرانية برضو بصراحة جلنا حاجة في المقر وفي النادي أستاذ أيمن الشريعي جي عمل طفرة كبيرة جدا في المقر من ناحية الخدمات ووفر لنا كل حاجة في الحقيقة بالنسبة للعب الكورة حتى الأولاء الأمور أعمل لهم يعني أعداد جميلة الناس الفترة الأخرانية النادي تطور بيخدم الجزئين الجزء الاجتماعي وجزء الرياضي فدي حاجة النادي بيساعد بيها دي حاجة برضو مش أي حد يشوفها حد يشوفها برضو عشان نفهم البنية التحتية عندنا من أهم حاجة ممكن تساعدنا احنا كفنيين نطلع على عيب كورة المحترم